هذا الفيديو بس لنشرح الشغلة السريعة فيه بس فيه ممكن تسألني انت ايش هي هو الاكسبوجر الان في اللعبة في العالم عادة انت بتكون مثلا تدخل في غرف في اماكن تحت الارض في اشياء بسي في تغيير في الانارة اثناء ما انت بتتحرك جوه العالم الان اذا بتتحرك جوه العالم وتتغير الانارة بعض الناس ما بيحبوا انه تتغير الانارة في الشاشة تبعية الكمبيوتر او التلفزيون اللي بيعوا بلاي ستيشن او الموبايل فجأة بتقوى الشاشة فجأة بتضعف على حسب تغيير الموقع جوه عالم اللعبة فبتلاقي دخل في كهف فصارت الدنيا عتمة بعدين طلع من الكهف صارت شمس قوي بسرعة فبتلاقي انه فيه صار الم للعينين فهي موجودة هون احنا بنا نثبت القيم هاي انه ما يصير اي تغيير ونريح اللي بلعب لابة تبعيتنا فلما نفوت نكتب في الاوتلاينر بوست جلوبال بوست بروسس فوليوم تعالى على اكس بوجر ونزل على الميليمم برايتنس والماكس ميليم برايتنس وحطها واحد الان هيك القيمة الثابتة دخل في كهف طلع برا شو ما عمل كيف ما تحرك نفس الانارة موجودة الان انت هذا برجع لك بتكتع سوي ولا لا بس احنا بنا نسوي في لعبتنا هاي بس او كان من الضروري جدا اني اعمل الفيديو الاضافي لصغير هاد اني اشرح لك ايش والاكس بوجر كيف بتتم العملية ما شرح نوش بالفيديو الماضي الان في كمان شغلة بنا نشرحها خلنا نفتح هون نكتب بلو برينت خلينا سكاي سفير نمسح هاي شوي كمان سينا نشرح شغلة صغيرة طلع هاي لفوق الوفرايد سيتنجز كان عنا ولا اوفرايد سيتنجز الوفرايد سيتنجز كان احنا ما حكيناش احنا غيرنا الالوان صحيح انا قلت لكم غيروها بس ما شرحت لكم ايش كمان اش هي فضروري كمان اني ما اتعدى الشيء بدون ما تكون انت على معلومة فيه في عندك زينيث والهورايزين والكلاود والوفر اول الان ايش هم هدول عندك اول واحدة اللي هي اعلى قمة في السماء ايش اللون في اعلى قمة في السماء اللي هي زينيثاي بتكون اعلى قمة طيب ايش بالنسبة للهورايزين الهورايزين اللي هو الافق مكان ما بتطلاقها السماء مع الارض اخر طلاقي اخر نقطة قبل الارض الحفة هو هذا اللون اللي بدنا اياه وبدأ لنا لون الكلاود واللون العام لكل اشي بنشوفه فهو هذا هذي هم الاربع الوان هدول كان من ضروري اني اعمل هذا الفيديو القصير بس عشان في الفيديو الماضي ما شرح ناشد تفاصيل لهذه الاربع الوان وبالنسبة كمان للإكسبوجر اللي قبل شويش رحنا بشرك فيديو اللي بعده حنبدأ بالفيديو اللي بعده باشياء مختلفة في امها لله مع السلام